والاستعادة تجد على قدم وساق الاستقبال العيد الأضحاء المبارك في كل مكان وخاصة في الحدائق التي تستقبل المواطنين في أيام العياد ومعنا من داخل حديقة الأسماك في منطقة الزمالك مراسلة أولايف لامياء حمدين لامياء أهلا بك وكيف تبدو الأجواء لديك وأنا أشهدك في حديقة الأسماك بالزمالك من حيث الاستعدادات التطوير التسيلات التي يمكن أن تقدم للزائرين أيام عيد الأضحاء المبارك مساء الخير عليك حسني وعلى كل مشاهدين في كل مكان أنقل لك اليوم جولة تفقدية قامت بها دكتورة محرز مساعد وزير الزراع يصحبها سيادة لواء محمد رجالي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة حيث قام بزيارة وعمل جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بحديقة الحيوان وحديقة الأسماك ومتى جاهزية هذه الحضائق لاستقبال الجمهور في عيد الأضحاء المبارك وبدأت بإلغاء جميع الأجازات للعاملين والأطباء وعمل خطة تنفيذية كبيرة لمواجهة الزحام في حديقة الحيوان مثلا بزيادة عدد المنافذ لتجنب تكدز الأفراد أيضا هناك إنشاء عدد مقاعد خشبية كبيرة شكلها يلائم شكل الحديقة وانتشار كبير لسلات القمامة وعمل خطة وبرنامج مكثف للنظافة في الطرقات داخل حديقة الحيوان وأيضا زراعة المسطحات الخضراء المنتشرة بأرجاء الحديقة وإعادة تأهيل المجاري المائية بحيث تم ضخ كمية كبيرة من المياه وتحسين حالة الصرف هناك لتكون منطقة جاذبة أيضا هناك منفذ جديد لبيع منتجات الحديقة من ريش نعام وريش طاووس وزراعات جديدة والظهور صيانة المتحف الحيواني بالصيانة الدورية المتعرف عليها وأيضا صيانة المحنطات ودورات المياه الموجودة هناك وأيضا انتشار الأمن الداخل وخارج الحديقة وفرق أيضا الكشافة هناك أيضا مرفق الإسعاف مجهز بإعدد اثنين سيارة للصيانة وهناك أيضا تجديد لمنطقة الزراف ودهان وأرضيات عنابر البابغوات وأيضا تشغيل مواطير المياه وتغذية جزيرة الشاي وشلالات الجبلية هناك بالنسبة لحديقة الأسماك عفوا تم سيانة ملعب الأطفال وتجديد دورات المياه الأجازات سيتم تأجيلها إلى ما بعد العيد بالنسبة للعملين والأطباء داخل الحديقة تقليم الأشجار والنخيل لأنها كانت تهدد حياة الجمهور كانت كثيفة جدا والفروع كانت تكات تلمس الأرض تم تقليمها بشكل جيد كما ترى من خلفي أيضا زيادة أنواع وعداد الأسماك المختلفة في الأحواض داخل حديقة الأسماك تغيير مياه البحيرات وهناك نوعين من الطيور المائية تم تواجدهم داخل الحديقة وهناك سيانة جيدة لأحواض الجبلية نعم يا حمدين أشكرك شكرا جزيلا لهذه التفاصيل الواضحة من خلال حديقة الأسماك وكيف أنها تستعد لستقبال المواطنين